السلام عليكم. اهلا بكم في حلقة جديدة. هنتكلم فيها عن اعلان الموسم التاني لمسلسل محمد الفاتح. بس سابقا ادخل بقى في حالتنا النهاردة. ياريت اتاكد انك مشترك في القناة وانفعل زر التنبيهات عشان اوصلك اشعار بالحالات الجيدة والما تنزل. وما تنساش تابعينا على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك. ويلا بينا نبدأ في حالتنا النهاردة. من اقوى المسلسلات الموسم اللي فات كان هو مسلسل محمد الفاتح. فحرفيا كانت كل حلقة فيه من الخمستاشر حلقة اقوى من التانية. لو جيت تسألني ايه اقوى حلقة حرفيا كلهم نفس الرتم ونفس القوة بالزبط تقريبا يعني. حلقات متفاوتة. ولكنه كان من اكمل المسلسلات اللي نزلت في الموسم اللي فاتت. ومن احلى بصراحة المواسم المسلسلات التاريخية والحلقات التاريخية للمسلسلات التركية اللي اتزاعت لان زي ما قلنا كانت حلقات متكاملة. اما التمهيد فيه بشكل غير طبيعي لحصار الكسطنطينية وفتح الكسطنطينية. وخلاص وينتهوا عن ان نية السلطان ان هو يفتح الكسطنطينية بعد ما خلاص اضع على تقريبا كل المخاطر اللي يعني اللي هو بيواجهها مع مثلا قضاء على الحروفية. وفي نفس الوقت خلاص يعني حجم الانكشارية وخلاهم وخرجهم من سيطرة جندرلي باشا ويعني وده حصل بمساعدة الشيخ اخ شامس الدين بعد توبة كورتو توجان ورجوعه لطريق الحق وهيمسك هو خلاص الانكشارية كورتو توجان فكده تقريبا هو يعني مسك زمام الامور وخلاص في طريقه لحصار الكسطنطينية. طبع احنا كنا قلنا ان حصار الكسطنطينية هياخدله على الاقل حلقات وحلقات مش هيبقى في حلقة واحدة فتح الكسطنطينية مش هيتم في حلقة واحدة. خلص. وكده كده احنا اتكلمنا وعارفنا ان تاريخ السلطان محمد الفاتح كبير جدا واصلا تاريخه بيبدأ من بعد فتح الكسطنطينية. اه هو ابرز حدث في حياته وابرز حدث في يعني اعتبر من ابرز الاحداث في تاريخ الاسلامي كله هو فتح الكسطنطينية وتحقيق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم الا ان هو زي ما قلتلكم كده يعني تاريخه هيبدأ من بعدها يعني احداث المسلسل اصلا هتبدأ من بعد فتح الكسطنطينية وبشكل كبير. فهو حصار الكسطنطينية هياخد له مثلا من ثلاث لخمس حلقات على الال لان الحصار حصل فيه معارج كتير جدا جدا وهنتكلم عنها بشكل مفصل تزامنا مع عرضها بازن الله وكده كده سلسلت الدولة العثمانية احنا مكملين فيها. فخلونا كده نبدأ مع بعض ونشوف الاعلان مع بعض كده وهو اعلان الحلقة اللي نزل هنشغله مع بعض ونشوف فيه حاجة حاجة كده. طبعا هو بادئ بكلام بفلاش باي يعني بويس اوفر كده انه كده كده هنفتح الكسطنطينية وهندخل المدينة وبعدين بيجيب لك القتل اللي في المدينة ده طبعا اكيد المشايد دي كلها بعد الحصار الطويل لان زي ما قلنا الحصار حصل فيه معارج كتير جدا جدا فده تقريبا دي النهاية يعني وخلاص جايبين الاعلان متمحور حوالين النهاية والفتح انه خلاص بعد ما فتحها ودخول السلطان للكسطنطينية. اه فعلا وجايبين المدينة من الداخل بعد الفتح. ايوه فعلا واضح هو كده ان هو يعني كده احنا عرفنا ان الاعلان جايبين لك بس ان هو تمت فتح الكسطنطينية ودخلينه طبعا تحت انظار جاندارلي وشوفوا يعني راكشن جاندارلي ووشه وتعبير ووشه وهو مصدوم صدمة كبيرة طبعا انه كان شايف ان الفتح مستحيل وشرحنا الاسباب دي كلها في الحلقات اللي فاتت. فعلا يعني هو مجرد دخوله الكسطنطينية يعني الاعلان عبارة عن دخوله الكسطنطينية. بس حبيت بس نشوف ايه كده في تفاصيل معينة طبعا جاندارلي كده كده هاجت عدم بعد الاحداث دي لسه هيكشف خيانته ويعدمه. يا عالي افرنوس موجود مع طبعا سيد الاقينجي موجود مع زانوس باشا وكل دول موجودين معنا تمام. الا فعلا حسن الوباطل. طبعا احنا عارفين ان حسن الوباطلي كنا تكلمنا عنه في قصته. عملت حلقة عنه كاملة يعني. فخليني ما احرقش وخلينا نشوف لو الحلقة لو انت حابب يتحرق لك هتعرف ايه اللي هيحصل. حسن الوباطلي ليه قصة او هو يعتبر من اهم عوامل الفتح يعني القصة كاملة مش عاف احرق ولا لأ بصراحة بس احنا عملنا حلقة عن حسن الوباطلي هتلاقي تلعق لك في الايفو برضو هتلاقي اللين كانت بتاعتها في الديسكريبشن وعن القناة. لو انت حابب يتحرق لك ايه اللي حصله. بس هو من ظهر في الاعلان. يبقى ازا في الفعل كده ايه هيمشوا تابعة تاريخ مصبوط وزي اللي ما قلنا انه هو المسلسل ماشي تابعة تاريخ مصبوط وبشكل كبير جدا جدا ودي هي الميزة الوحيدة في مسلسل او من اهم المميزات واقوى المميزات في مسلسل محمد الفتح وهو انه ماشي على التاريخ بحزافير وما بيهموش اي اشخاص ولا اي حاجة. ومستني حتة موت جندرلي يعني دي معروفة اصلا موت جندرلي كده كده على الخيانة دي حاجة معروفة يعني مش حرق ولا حاجة بس فعلا يعني لأ بصراحة التفاصيل جمدة تفاصيل ونظرة السلطان ودخوله يعني ده بس هما نوعا ما يعني اعلان مش كامل اوي بصراحة بس اتمنى يتعرض بقى التهاتي الجاية للبعض يعني اتمنى في البشار بتقول كده ممكن يتعرض الاسبوع الجاية مش الاسبوع ده بس يعني كده احنا شفنا الاعلان ما بعد انا توقعت هيكون حاجة اقوى من كده بصراحة بس هنعمل حاجة حاجة مع بعض كده هننزلها بس في انتظار الاعلان التاني بقى ان شاء الله لما ينزل كده من المتوقع الحلقة هتبقى يوم التهاتي الجاية ده لقى اللي بعده يعني الاسبوع اللي جاية بازن الله يا رب لو تعمل لايك وشير للحلقة ربما تتأكد انك مشتراك في القناة وفعل زر التنبقى عشان انصلك مش حارب الحلات الجيدة وانما تنزل كل توقعاتك الى المسم التاني كده في الكومنتات اشوفكم في حلاق اجدام ازن الله